جولة صحفية جديدة مشاهدين نبدأها من جريدة البيان ونقرأ أهم ما سطرت لي اليوم خليفة محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنيون ملك الأردن بذكرى الاستقلال ونقرأ أيضا محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء أستراليا تعزيز التعاون وسلطان القاسمي يوجه بتنفيذ طرق داخلية في القراءة وضحيتي أسيوح والرحمانية والمجلس يتبنى 15 توصية لتعزيز التلاحم الأسري بما يتناسب مع الهوية الإماراتية الوطني يطالب بإعداد قانون عام قانون عام للأسرة يدعم منظومة الأمن المجتمعي وشرطة دبي تطلع وفدا إيطاليا على أليات العمل وأنظمة الذكاء الاصطناعي نقرأ أيضا من البيان صيانة وإضافة لستة مساجد في الفجيرة وأم القوين تنفذها البنية التحطية وسعيد الطاير التحول الرقمي أحد أهم أدوات إدارة الأزمة الراهنة حيث أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتظب الرئيس تنفيذي لهاية كهرباء ومياه دبي أكد أن جائحة كوفيد-19 دفعت بالمؤسسات حول العالم إلى التأقلم مع الوضع الجديد والتركيز على التحول الرقمي كونه أحد أهم التوجهات وأحد الأدوات لإدارة الأزمة الراهنة جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي في مؤتمر قيادة التحول الرقمي في فترة عدم اليقين الافتراضي العالمي الذي بدأت فعالياته يوم أمس ويستمر حتى يوم غد ويضم متحدثين وخبراء من كبرى شركات تقنية العالمية وتشارك فيه الهيئة بصفتها الرعي الماسي الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة الاتحاد لنقرأ عربيا التعاون يؤكد الموقف الثابت بدعم اليمن وبتعزيز استقراره تفاصيل هذا العنوان أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايا صلاح مبارك الحجرف أكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي تمارس أعمالها رغم كل تحديات جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفت يوم أمس في مكتبه بمقر الأمنة العامة بالرياضة وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية أحوى دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه من خير لليمن ولشعب اليمن وأكد الجانبان أهمية تنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن وتجاوب مع مبادرة المملكة للسلام تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني في كل المجالات والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه أيضا نقرأ من جريدة الاتحاد مدير عمليات الأونروا يعتذر من غزة والاتحاد الأوروبي يجبد التزامه ثابت بحل الدولتين من جريدة الخليج نقرأ 20 ألف زائر يوميا لنفورة النخلة وهيئة الأوراق المالية والسلع ثمان حالات لإلغاء ترخيص مزاولة النشاط المالي أما أدنك فتزود حديد الإمارات وأركان بالغاز لمدة عشر سنوات الآن إلى جريدة الأنباء الكويتية لنقرأ منها أمازون تقترب من الاستحواذ على مجي أم ستوديوز بمقابل يصل إلى 9 مليارات دولار هواوي الصينية بصدد إطلاق نظام جديد لتشغيل الهواتف الذكية وذلك في الثاني من حزيران يونيو القادم في ألمانيا مجهولون يتسببون في إطلاف أكثر من خمسين سيارة أيضا في ألمانيا موظفون يعصرون على كوكايين بقيمة نحو مليون يورو في نفايات عضوية حيث أعلنت سلطات الجمارك هناك أنه قبل ذلك بفترة وجيزة كان موظفون آخرون ألقوا في حاوية النفايات صندوق يحوي في مراموت وجاء في بيان لم يعر الموظفون اهتماما بحالة الصندوق الذي كان يحتوي على جسم غريب ملفوف بشريطا لاسق والذي تبين الآن أنه الكوكايين المضبوط مشاهدين عند هذا العنوان نختتم معكم صحف اليوم لكن أيضا مع ريشة رسمي الكاريكاتير لهذا الصباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر